اشتركوا في القناة الذي ظهر به الفريقان في المباراة الختامية لهذه المسابقة الغالية والتي ساهمت في ظهور المباراة بالأداء الفني البطلوب الذي انعكس على نجاح هذا العرس الكروي وقد أكد سموه أن فوز فريق نادي النجمة باللقب أغلى الكؤوس جاء من خلال ما قدمه لاعب الفريق من أداء رجولي وتركيز كبيرين مضيفا سموه أن الفريق يمتلك عناصر من اللاعبين الشباب المميزين الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة المشرفة وثمن سموه الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة نادي النجمة برئاسة سعادة السيد عيسى القطان متمنيا سموه في الوقت ذاته للفريق دوام التوفيق والنجاح في البطولات القادمة وقد أشاد سموه ببذله الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة من جهود في تنظيم هذا الحدث الغالي وإخراجه بأحلى حلة مشهيدا سموه كذلك بالحضور الجماهيري الكبير من جانب جماهير الفريقين ومحبي وعشاق الكرة البحرينية والذي ساهم في نجاح وتميز هذا الحدث ترجمة نانسي قنقر